هو بيتكلم مش بس على بنته والظروف اللي حصلها ويا رب بإذن الله تعالى ربنا يتم الشفاء على خير لأ وهو بيفتكر كم حاجة في بدايتها هو بيتكلم على حجم الجماهير وحجم الحماسة بشمهندس وإزاي هذا الجمهور جايب بالكسافة الشديدة قوي والوقت أنا عرفت إنه الجهاز دخل باللعيبة على أمل الناس هتنصرف ويرجع يتمرن الناس ما قاعدتش إلا لما مشتش لما شافوا اللعيبة مشوا فاكتبص يا سيد إبراهيم قيمة هذا التقريب طبعا فيه كلام بس هتشوف طبعا اللقطات من الشوارب لسه برضو ما بيفرجنيش يعني عطب ضل انت شوارب كده تكلم طب احنا عايزين نتكلف في الحلقة بقى نعمل ايه بقى يا شوارب مداش يا سيد إبراهيم يا شوارب بس عشان أقولك حاجة هذا التقريب قيمته هم 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 ترى الإنسان هم في عماق هذا الوحش الذي يبدو صارما ولكنه إنسان يعني دمعت لما افتكر مشهد الجماهير ولما سئل عن موقف ابنته عشان تشوف حجم الصراع الذي يدور في صدره وفي عقله وهو يتولى مسؤولية بيختصر تاريخ كبير وبيختصر لحظاتها أما لازم في مدشين عدى واحد وباقي التاني ومطلوب منه أن يتواجد ويكرس كله فكر وجهده وجمهور بيطوقه بكل هذا الحب وهذا الاهتمام وكل هذا التجاور مشاركة فيه ظرفه الإنساني وبعدين مشاعره كأب مضطر يكون بيقيد في هذه اللحظة عن ابنته أنا شايف تقرير مهم جدا جدا وأعتقد أن الكابتن حسام مع الجمهور والله تبقى فيه لحظات كده ربنا بيهدهلنا عشان تنموظ لنا حاجات كتير كمان كابتن حسام يتكلم على جزئية الشاب المعاق إسلام واللي من بدري قوي قال له أفريقيا يا كابتن أفريقيا يا كابتن أفريقيا يا كابتن كابتن حسام قال أنا الكلمة مش تايها عن ذهن لحظة وتمالي بقولها للعيبة ودايما بفتكرها رغبة هذا الشاب البسيط المعاق فإنه جاي عشان يطلب ديت أهي اللقطة ديت عايز أقولكو إنه ده بقى يعني ده المدرب الراقي وده شغل البناء أدمين بجد الإنسان الجوابي بالضبط يعني من والجزئية لو تفتكره كان دايما أبدا يبحث للعيبة على هدف إنساني نبيل راقي علشان يخلي كل دوافعهم تلتف حوله وعشان بيستمر بصوا كابتن حسام البدري الصلب القوي تقريبا دمع وهو وهو بيحتضن وهو بيسمع رغبته ورجع يفتكره بصه من إمتى عشان يقولها على الطيارة مبارح هو مسافر إنه الكلمة دي مش تاهم من ذهنه أبدا وقال إن أنا تمالي بقول للعيبة رغبة الناس دي لازم الناس على تحقيقها وهي دي الأهداف النبيلة والأهداف الإنسانية الراقية اللي في موضوع الكورة وموضوع التنفس على بعضه كله دايما أبدا دور على ومضة مضيئة داخل هذا الموضوع كله هتلاو فيه لقطة إنسانية مهمة الناس الوعية والناس الفهمة والناس اللي بنى أدمين بجد هم اللي تمالي بيمسكوا فيها عشان هو ده خلاصة الموضوع إنك في النهاية الليلة دي كلها علشان تبسط حد بسيط محتاج فعلا يفرح من والجزئة عملها تلاقيه مثلا في مناسبات كتيرة يهدي الفوز لحارس يقول لك عم حارس ده بيتعب معنا المهندس عادلي من شوية بيقول لكم كابتن صالح بيتكلم على حد عامل في النادي إنه ده أهم واحد وأحسن واحد عشان جاي عمل وبدري قوي وبيبدأ شغل قال لي كده قال لي العم عبد الرحيم ده ياريت كل الناس تعمل كده فبصوا هي دي الأخلاق بجد وهم دول البناء أدمين بجد اللي ازاي فعلا تقدر تراعي أحلام البسطاء وازاي تقدر تتعب علشان تسعد الناس الغلابة والناس البسيطة وتقدر إخلاصه صحية صحية يعني الحقيقة التقرير عجبني عجبني كابتن حسين ما سابشي شاردة أواردة عن الفريق وعن استعداده وعن طريق تجهيزه الفريق وعن أمنياته الشخصية عايزين نتفرج برضو على بعض جوانب الحضور الجماهيري الكسيفة شوارب لأنه لازم الموانس عادلي يساجر رأيه ما اعتقدش الأعداد دي مسبوكة يعني الآلي أخذ بطولات أفريقيا كتيرة قبل كده بس هذا العدد الكبير جد اللي لو إدارة النادي ما نقولك حال احنا راجعين بالمركز الثالث في كأس العالم الأندي الفجر لا يعني بعد الفجر بشوية بداية النور بقولك ليه كده احنا ركبنا اوتوبيس زادة علمان يونايتد مكشوف واللعيب هو وقف عليه لكن ما فيش عربية ولا مخلوق في الشارع المروف فضلنا الطريق علشان محدش يهجم يهجم على العربية وهي ماشية واستفف الناس في البلكونات تحيي النادي الأهلي وروحنا النادي والله ما كانت الاعداد قدي دوس لم أرى في حياتي هذا العدد هذا النمو هذا النمو في تشجيع الذي لفت ناظر الناس جميعا لدرجة حتى احد الزمال استاذ ابراهيم فاي هلوما انتم شايفينه دول نقطة في بحر جمهور الاهلي اولا بصوا دول نقطة في بحر وللستاذ فتح سند وده مهم جدا وهو صديق زمالكوي جميل هلوما جماعة تتكلموا فيه جمهور الاهلي تعرفوا عدده لما يكسب حاجة تشوفوا حاجات غير مسبوقة صحيح لانه اولا طبعا الناس دي معظمها او غلبيتهم من القاهرة او القاهرة الكبرى واطرافها ثانيا فئة عمرية صغيرة ما بحدش تتكلم على بقية الاعمار اللي اكبر من كده او اللي اصغر من كده فانتو بتتكلموا على شعبية نادي فعلا لو في احصاء دقيق هتلاقيه على رأس انديت العالم شعبية ونازلين بلا اتفاق لاني ما يقدرواش كل دول يتفهم يملك هذا العدد اللي اعتقد احد المراكز البحثية المعنية بقياسات الرأي العام لما قالت ان شعبية الاهل في مصر اربعة وسبعين وستة من عشرة ده كان يعني من خمسين مليون من خمسين مليون فبالتالي بيحبوا الكورة بص يا سيد إبراهيم دول عايز تفاهمني ان دول متفين مع بعض ده كل دو يعني تلت ارباحهم الثقافة موجودة عندهم لقى اللي محتاجني حنزل يوم يقبل اصحابه ويلا بينا ويدباسوا التيشيرت اللي اعمر شوف والمدرج اكتسب هزا اللون الماشا ده ما شفتوش غير يوم لا وشوف الوعي الرائع جدا اللي يفتك كبير زينا البدري سلامتك وبرضو العزاء العم حسين عفيفي لا جمهور ما بتفوتوش حاجة اه يعني على فكرة النهاردة الصحف المغربية لصدرة كلها بتتكلم على هذا الزحف الاحمر الهادر في ملعب مختار التتش قالوا كده انه اعاق حركة التمرين وانه دفع المدرب لالغاء الحصة التدريبية على حد تعبيرهم هم مندهشين انه يبقى فيه اعداد بهذه الكثافة زي ما تنقلتها المواقع والفضائيات اللي عدد ده يتكافأ مع اللي كان في الاستاذ اه يعني يعني حسي خلي بقى لك مش بس المدرجات ولا الملعب ده طرقات النادي الاهلي واروخته يعني انا احنا نشرنا غلاف المجلة الصورة متصورة من البرج منظر غير طبيعي لما تتفرج على الصورة اللي تصورت من فوق برج القاهرة للملعب تجد النادي من برة ومن جوه لطلقات حتة خط اخضر كده والباقي كله متاخد من المستطين الاقدر فالناس نزلت ارض الملعب ما كانش سهل ابدا بقولك النادي وطن صغير وطن صغير صحيح وبعدين هتفات والحمد لله انها عدت على خير فكرة الهي هادي بص لا ده دول قبل ما يتامل العدد ده بعد كده خلاص الملعب ده مش هشوف الأخضر اللي فيه اه اعظم جمهور فعلا في الكون اتمنى الجمهور ده لو مشلنا الكاس اتمنى ان ياخد احسن جمهور في افريقيا ويستحق الحقيقة طبعا يعني دعمه للفريق ومسندته للفريق ودي هتبقى تطور هاي بداية خطوة جديدة ان شاء الله طيب يعني بالنسبة لي مروان محسن مروان محسن نجم هجوم النادي الالي انبارح كنت بس معميده لما سألوه على الفراودة في مصر وفيه عجز فقال ان المنتخب كان سيء الحظ انه مروان محسن اتعور في هذا التوقيت وهو شايف انه الفرود الافضل لمصر في كاس العالم ان شاء الله مروان في الايام الاخيرة او في الفترة الاخيرة من تنفيذ البرنامج التأهيل ان شاء الله بعد نهاية الدوري ابطال افريقيا يبدأ يدخل في تدربات الكورة لحظة بلحظة او شوية بشوية لكن بعد كل ده الزميل ابراهيم فاي كان له رأي انه مروان جاهز من بدري